مواد الغذائية مواد الغذائية ممكن أن نزيدها من الهندية وأن تكون واحد استفادة مع خصوصا الناس التي لا يزعبونها يأكلها بثاف وانا أرى أن نعطيها للجميع المستمعين وانتبعين هذه القناة الطيبة وهو أنه في الوقت الذي نفكرنا كل مثلا الهندية دائما نشوف أشياء لغنية بمضادة الأكسادة مثلا في الوقت في هذه الأيام هذه لدينا جميع الأنواع الفواكه لديها لون مثلا البرتقال البرتقال هو من الأشياء التي ممكن تعزز الفائدة التين الشوكي كذلك لما ترى تفاح الأحمر أي أي حاجة فهي مفيدة موجود وذلك اللون هو جد جد مهم و سأخرج أنه يكون مع الهندية فكل أشياء كل فواكه اللي هي دات لون إلا وكتزيد تعزز من المستوى دي المضادات الأكسادة اللي غا تخلينا أولا اللي عبو دور دي لأننا نقاومه ما يسمى ذوك لمالادي كوروناغيان اللي كيكون عندي بزاف ديالي رادي كوليبر هادوك القنوات اللي كتكون عندي في القلب ممكن أنها يتقلص الحجم ديالها وفاش كي يتقلص ممكن يكون هناك انسدادات فتفادياً لهاد المشكلة ديال سيدادات وخاصةً إليك المسألة الوراثية لأنك كان شي وليدات اللي كورتو من وليديهم ديجا هادوك لهدوك القنوات ديال القلب كيكونوا ويراثياً مضيقين فإلى كل شي مكلة ماشية ديك وكل ما المكلة اللي تقدر تعطينا دي ديبو ونفو ديال الزارتير أفك لطن يقدروا لهم انسيدادات بور إيفيت هادل هادل سيدادات لهم العرق ديال القلب باش ان ايفيتو هاد البوشاش ديال العرقة في القلب باشنو كنقول ناخد مواد غنية مضادة الأكسادة وما بينهم أنا كندابة في هادلوقيتة ديال ديال الهندين شوكي من الأحسن ياخد الإنسان على الأقل وحد الخمسة ديال ديال الحبات ماشي بحل أمي مالك تقدر توصل تالعشرين حبة خمسة الحبيبات ممكن فيهم وكل حبة كتعطيني التولوت سبحان الله بمعنى أنا كريت غير ثلاثة ديال الحبات ديال الهندية رعطتني الكفاية ديالي من الفيتامين سي في اليوم ديالي هنا يالناس رغيبه وعرفوته إمتا ناخده بحل مثلا كيمزاف الحاجات إلا خديتها على الصباح كتعطيك ربما فعالية كتر إلا خديتها مثلا في الليل كتعطيك وحد الفعالية هنا الهندية بالتحديد إمتا ياخد هالإنسان باش أنه يستفد من كل مكونات دياله على الصباح على الريق يلا خدوا على الريق كل ما أخذتها في الصباح على الريق لأنه قاعد ذوك المكونات الأخرى اللي كينا فيها غتخلي الجسم دائما يخدم من خلال ذوك الوسائل البناء اللي أعطيتهم لها في الصباح وأنا محتاج نبني الدات ديالي غير نحل عيني وكتعطيت الشابع صح وغير بمجرد ما نحنعي لي نعطي الدات ديالي قاعد ذوك الاحتياجات اللي ممكن تبنيع لهم واحد المسائل يعني وسائل متعددة اللي غادي نتكلمو عليها إن شاء الله بعد قليل إذا إذا بغيتي للأومي ما تاخذي الهندية في الصباح خوديها مع العنب الحمر كاين دابا؟ موجود مع ذوك اللي اسمتوا ذوك اللي فرويروج إلا خديتي لي فخويروج مع يعني الفواكه الحمراء مع السمتوا العنب حلتوت فرمبواز حب الملوك هادو إلا كينين لك الموسم ذيالهم لكين دابا مهد الملوينات إلا ولهم فائدة كبيرة وكبيرة جدا على هد الأمراض اللي تكلمنا عليها إضافة لمكة تكلمتا ما حب الملوك وكتكال مع هدلي فرويروج اللي تكلمنا عليهم كيلعبوا دور ديال أنهم كيصروا من العملية ديال إزالة دوك الجداعات الحرة وبالتالي كيحميوا الدات لقدر الله من أنها تكون تصاب مستقبلا بمرضة الأمراض الخطيرة مثل السرطان كذلك كتلعب دور ديال أنها كتعطل من الشيخوخة ديال الأجل ديالي فلما كنأخذ هاد الخليطة بالشكل اللي تكلمنا عليه دابا وتصاوب في الصباح وتفطر بيها عاد تمشي للخدمة ديالك فراك عطيتي هادية الدات ديالك باش أنها تكون معززة بهاد المضادات الأكسادة اللي ستلعب دور ديال أنها تضحر لي جميع الجداعات الحرة اللي كتكون سبب جميع الولاد اللي كيتعرض لهم الإنسان في الحياة اليومية الأمراض العصرية اللي كنعيشوها الآن إنما هي أمراض أكاد أجزيم أنها تأتي من الجداعات الحرة والجداعات الحرة كتجي يا إمام قلت النعاس من قوت التعاطي ديالنا البورتابلات قلت الرياضة قلت المشي قلت الأكل العشرائي قلت الحركة يعني الأكل يعني المتعدد وما إلى غير ذلك من هاد الأشياء اللي كنعيشوها في الحياة اليومية ديالنا وعطتنا ما يسمى بالأمراض العصرية والأمراض العصرية لو أننا ندير غير شيئا ما دراسة التعامل ديالنا مع الدات ديالنا ممكن أننا نضحروا هاد الأمر هذا ونتمتعوا بإذن الله العلي القدير بصحة جيدة وببشراء جيدة وبجمال اللي يقلب عليه لا الرجال ولا النساء مرحبا